كشفت آخر إحصائيات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن انخفاض أعداد الباحثين عن العمل في مملكة البحرين خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021 وذلك بنسبة 7.5% هذا وعملت حكومة مملكة البحرين على إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين وتوفير برامج التدريب الملبية لمتطلبات سوق العمل لتغطية الاحتياجات الوطنية من العمالة المدربة والكوادر المتمكنة والمؤهلة حققت مملكة البحرين أهدافاً إيجابية في خفض أعداد الباحثين عن عمل حيث سعت حكومة البحرين إلى انتهاج سياسة خاصة في عمليات التوظيف عبر تنظيم معارض التوظيف المتخصصة والتي تستهدف توفير فرص عمل نوعية ووظائف ذات جودة وقيمة مضافة وذات مردود مالي مجزي لتحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطن البحريني وقد وفرت معارض التوظيف فرصة مناسبة لأصحاب المنشآت المتشابهة في النشاط للتنافس فيما بينها لعرض الشواغر المطلوبة لديها تحت سقف واحد والاستفادة من الخدمات التنظيمية وبرامج الدعم المقدمة كما أتاحت هذه المعارض فرصة المطابقة المباشرة بين الشواغر المعروضة والباحثين عن عمل حسب تخصصاتهم وتوفير الفرصة للباحث عن عمل وصاحب العمل لاختيار ما يناسبهم وقد ساهمت تعاون المشترك بين وزارة العمل وصندوق العمل تمكين في التأسيس لمرحلة جديدة من تكامل العمل والجهود المشتركة بين الجانبين ما أدى إلى دعم وتشجيع توفير فرص التدريب والتوظيف النوعية وذات القيمة المضافة للبحرينيين في القطاع الخاص واستفادة الباحثين عن عمل من برامج دعم الأجور والحوافز وتنفيذ البرامج المشتركة في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية بهدف تنشيط عمليات التوظيف ورفع تنافسية الموظف البحريني ترجمة نانسي قنقر